أهلا بكم جددا مشاهدين ووصلنا معكم إلى الفقرة النقاشية وهي بعنوان حلمي أن أزكي وقال تعالى وما أدراك ما ليلة القدر هي ليلة استجابة الدعوات الكبيرة والعظيمة فما هي دعواتك لهذه الليلة وهل منها مثل دعاء شاب حين قال حلمي أن أزكي حول ليلة القدر ودعاء فيها نصدف الدكتور عبد الفتاح أستمان خبير دولي في الإعلام الديني أهلا بك دكتور أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير ودعوات مستجابة بإذن الله يعني دكتور كلنا يعلم فضل ليلة القدر فهل لها خصوصية الآن في زمن ووقت الكورونا النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا أنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبيه الآن في موسم الحجر في عنا شغلة مهمة جدا أننا فقدنا التأثير الجماعي يعني كان الناس يذهبون إلى صلاة التراويع أو قيام الليل في هذه الليلة المباركة يعني جزء من شعور بالخشوع هو من خلال الناس بكاء الناس دعاء الإمام صوت الإمام تجمع هؤلاء الناس رؤية الناس في ملابس الصلاة يتجهون إلى المساجد اليوم هذا المؤثر غير موجود فالآن اختبار في كورونا اختبار هل إيمانك من ذاتك ينبع من ذاتك خشوعك لله ينبع من ذاتك لما لتأثرك ببكاء زميلك أو آهات أختاني فالآن فرصة لنراجع أنفسنا أن الإيمان يجب أن ينبع من الداخل الخشوع يجب أن ينبع من الداخل والعلاقة مع الله لا تحتاج لا إلى واسطة ولا إلى مؤثرات نعم أن نحتاج إلى دعوة مستجابة حتى نصل إلى هذه المرحلة من الخشوع أو الإحساس بأهمية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى طبعا يعني نحن الآن هي الفرصة الكبيرة لما الله سبحانه وتعالى خير من ألف شهر إذن لعظيمي هذه الليلة تبين لنا أن الدعاء فيها يعني معظم جدا أدل عمر كله يعني لعل دعوة تعدل العمر كله وسبقا كلنا أنه أنت أحيانا خلال خمس ثواني في لحظة صفاء مع الله عز وجل خاصة في هذه الليلة المباركة ربما تتغير مسير حياتك عند الله مكتوب ما هو قدرك لكن أنت سوف تتغير عشرات الناس الذين كانت ليلة القدر مفصل أساسي في حياته نعم ما هو أكثر دعاء يعني يتأثر به الإنسان المسلم والمؤمن خاصة في الأيام الأواخر من رمضان وليلة القدر لها خصوصية مميزة نحن دائما نركز على موضوع الرزق أولا يعني أغلب الدعوات لو هيك كان في الملائكة يعطونا نسبة إجمالية من الدعوات سنجد أن الدعاء الأكثر الحاحن هو موضوع الرزق وهذا ما دعاني إلى يعني التذكير بموضوع حلمي أن أزكي في عندنا شاب أنا اتصل في شاب قال لي لقد حققت حلمي الآن بيطلع معنا اتصال تبعه حققت حلمي تخيلي أنه حلمه يلي كان يدعيه في ليلة القدر بعض الناس يدعو خاصة شاب بالعشرينات أنه والله بدي عمل بدي وظيفة بدي جامعة بدي اتزواج لكن هذا الشاب من العجيب جدا أن دعائه كان حلمي أن أزكي يعني كان يدعو يا رب في ليلة القدر يا رب لا يأتي العام القادم إلا وأنا مزكي قبل أن أأتي إلى الحلقة تصل بي إنسان قال دكتور أرجوك ادعو الله لي أن أدفع زكاتي في العام القادم عشرة آلاف دولار عشرة آلاف دولار يعني معه هو أربع ملايين فالآن هو يخطط بطريقة صحيحة أنه يا رب بدنا رزق طيب ماذا ستفعل بهذا الرزق هل أحد أحلامك أن تزكي خلينا نكون واضحين شوي هذا السؤال ربما للأسف سألته في عشرات المحاضرات في عدو الدول العربية هل منكم أحد كان حلمه أن يزكي هل ترجى الله عز وجل أن يزكي تطلب الرزق لكن هل أحد أسباب هذا الرزق أنني أريد المال من أجل أزكي لعل هذا يكون بوابة للخير عند الله عز وجل حتى يمكن إلى جانب الزكاة وأن تدعى الله سبحانه وتعالى أن يجيك رزق عشان أن تقدر تتصدق على الناس تنفع الناس اللي حواليك عائلتك يمكن يكونوا ميسورية الحال تقدر أنت أنك تسعدم طب يعني يمكن في أدعية كثيرة نحن من أنساها في الأيام الأواخر خصوصا في الليلة القدر فحب أن نسمع منك دعاء يعني نحفظه وندعو به باستمرار في هذه الليلة المباركة الآن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يلزمنا بدعاء معين لكن بشرنا أنه من يدعو اللهم أن يسألك العفو والعافية اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنها في معلومة مهمة جدا لماذا هذه اللفظة بالذات يعني أسماء الله تسعة وتسعين لماذا اللهم إنك الرحيم رحمنا أنت الكريم أكرمنا لماذا تخير النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عن هذا العفو لأن الفرق بين الصفح والعفو والمسامحة والغفران كبير جدا العفو هو إزالة آثار الزنب بالكلية يعني يأتي يوم القيامة الملائكة كانوا كاتبين عليه سيئات ثم استغفر هم يكتبون أنه أذنب ثم استغفر لكن إذا الله عز وجل عفى عنك وخاصة في أمثال هذه الليلة فإنه يمحو الذنب من السجل يعني يأتي يوم القيامة الملائكة لا تتذكر الأرض التي عصى عليها لا تتذكر المكان اليد معروم أن اليد هي التي تنبه تنطق نعم الله عز وجل ينسي الحفظ جميعا هذا من العفو لذلك نسأل الله العلي العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة فأجمل دعاء أن نقول يا عفو اعفو عنا اللهم اعفو عنا في هذه الليلة الطيبة المباركة اللهم آمين طيب دكتور يعني في ناس هل يوجد ناس غير مقبول دعائهم حتى لو في ليلة القدر يعني خلينا حتى نكون واضحين تماما وتعودنا في هذا البرنامج أن نأتي بكل الجوانب الآن عشرات الناس الذين يقفون في هذه الليلة ويعاهدون الله عز وجل يا رب إذا كان بتعطيني أنا بعمل إذا ساويت لي كذا إذا حققت لي الفتاة التي أريد أنا سأفعل إذا أتيتني بالمال سأفعل طيب هناك تحذير أنا أنصحك لا تدخل في هذا العهد الذي هو الدعاء المشروط الدعاء المشروط ليه لأن الله عز وجل يقول وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَإِنْ آتَانَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لَنَا صَدَّقًا طيب فلما آتهم من فضله بخلوا به يعني للأسف بعض الناس بس يصير معه نسي أنت نسيت أنه كنت عم تبكي نسيت أنه بللت السجادة بالدعاء الترجل الله يا رب بس حقق لهذه الأمنية يا رب بس صير كذا طيب لما بيعطيك الله عز وجل بخلوا به الآن وين العقوبة؟ ليش عم يقول لا تعاهد أنت حاول تبذل الاستطاعة لكن لا تلزم نفسك في هذه المعاهدة لأن هذا الإلزام ماذا قال ربنا بعد منه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم صار عنده نفاق تحول إلى منافق لأنه يقول كلاما ويفعل غيره شوه المنافق؟ يتحدث بلسانه وجوارحه تعمل بغير ما يقول فالآن الأصل إياك هذا الله العظيم هذا الله القهار الجبار إياك أن تعاهده وأنت على غير استطاعة لذلك نصح علماؤنا أن لا تعاهد لا تنذر لله نذرا عليه إذا صار معي كذا لا أفعل كذا نعم النذر مكروه والمعاهدة مكروهة لماذا؟ لأنك إذا أخلفت أعقبك الله نفاقا ماذا تقول؟ يا رب أعني يا رب أعني على تقوى يا رب أسأل الله العليا أن يرزقني وأن أكون من المتصدقين وأن أكون من المزكين عسى الله أن يرحمنا ولا أن نلزم نفسنا لأنه أحيانا الواحد يطلع بعد للقدر عاهد بعض الناس والله أنا من هذه الليلة والله إذا تبتع لي يا رب من الدخام من المشروب من كذا من كذا لا أعود إليه ثم يعود بده يصير في عنده إحباط في نفسه أنه أنا يعني أستغفر وأعود وورد في الأسر التائب من الزنب العائد إليه كالمستهزئ بربه لذلك نحاول أن لا نعاهد فوق ما نستطيع والله لم يلزمنا نحن نفعل بقدر ما نستطيع نعم دكتور أعتقد أن بساط الوقت نصحبه من تحت أكبامنا فأرجو أن نسمع منك نصيحة أخيرة نختم بهذه الفكر ليلة القدر ليلة رائعة جدا تذكروا هذا الاتصال الرائع يعني دائما نحن نكرس الدعوات بس يا رب أعطينا طيب خلينا نبرز لله عز وجل ماذا سنقدم بالمقابل لنفعل مثل هذا الشاب لأنه يا رب إذا عطيتنا لحن نقدم يا رب أنا سأبر بوالديك وبر بوالديك يا رب سأرد المال الحرام ورد المال الحرام خلي هذه الليلة تنضي وقد بذلنا ما بوسعنا ليتقبل الله دعاءنا اللهم أمين الله يتقبل مننا جميعا كل شكرا لك دكتور عبد الفتاح السمان خبير دولة في الإعلام الديني شكرا لك شكرا لك